تتواصل الاستعدادات والإنجازات التي تجرى على قدم وساق بمدينة شرم الشيخ انتظارا لمؤتمر المناك كاب 27 وللمتابع ينضم إلينا مراسل تلفزيون المصرية أحمد الحسيني أحمد ضعنا في الصورة لديك آخر المستجدات فيما يحدث في شرم الشيخ الآن استعدادا لكاب 27 نعم إيمان ويوسف تحية لكم بالفعل العدة نازولي بدأ هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال هذه القمة الدولية المهمة كاب 27 قمة المناخ في السادس من شهر نوفمبر المقبل بإذن الله وحتى الثامن عشر من شهر نوفمبر نحن نتحدث عن عشرة أيام أي أحد بعد القادم بإذن الله حيث تستقبل مصر هذه القمة المهمة أنا الآن متواجد في أحد الأماكن التي تم تطويرها ورفع كفاءتها هي السوق القديم هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال زوار المؤتمر قمة المناخ وبالتالي هذا السوق الذي يتوسطه أيضا مسجد الصحابة الذي يتواجد من خلفي في الصورة تم رفع كفاءة المنطقة بالكامل لتكون نموذج محاكاة للقاهرة أو مصر القديمة مصر الفاطمية هنا نموذج محاكاة لعدد من المباني مباني مصر القديمة ومباني مصر الفاطمية في هذه المنطقة لتمزج ما بين الثقافات المتعددة ما بين الثقافات الحديثة والإسلامية وأيضا هذا المسجد الذي يمزج في معماره الكثير من الثقافات والحضرات المختلفة من أماكن أو أيضا التي تم تطويرها هنا في مدينة شرمشيخ لاستقبال هذا الحدث الدولي المهم نتحدث عن الممشى السياحي وأيضا خليج نعمة الذي تم توحيده وياته البصرية وممشى السياحي المستحدث الذي هو مقام على طول ستة تأكيل مترهات بالتالي المدينة هنا أصبحت مستعدة بالكامل من عدد من المشروعات وأيضا عدد من منظومة النقل صديقة للبيئة وأيضا محافظ جنوب سيناء الواء خالد فودة يقوم بعدد من الجولات الميدانية يوميا للإطمئنان على اللمسات الأخيرة إذا جاز لنا وصف هذه اللمسات الأخيرة قبل انطلاق هذه القمة الدولية كوب 27 وإذا تحدثنا عن هذه القمة التي تضم الألاف من المشاركين من 197 دولة نجد أن مصر أو استضافة مصر لهذه القمة يأتي بالتناوب ما بين القرات وكانت مصر هي دولة الوحيدة من القرى الأفريقية التي تقدمت بطلب لاستضافة هذه القمة السابعة والعشرين هنا في مدينة شرمشيخ وبالتالي مصر إلى جانب استضافتها لهذه القمة هي أيضا تعبر عن صوت القرى الأفريقية التي تعاني معاناة كبيرة بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي الدول الصناعية الكبرى هي كانت السبب الرئيسي فيها بسبب الانبعاثات القربونية وبالتالي هناك عدة مطالب في هذه القمة منها تقليل الانبعاثات وأيضا تقفيد ارتفاع معدل حرارة الأرض إلى درجة ونصفة مئوية وذلك لتقفيد الأثار السلبية التي تعاني منها الكرة الأرضية وأيضا الدول الأفريقية بوجه الخزوز هذا هو المشهد هنا قبل أيام قليلة من انطلاق هذه القمة الدولية بمشاركة وفود ورؤساء دول والعديد من منظمات المجتمع المدني التي تأتي إلى هنا في مدينة شرم الشيخ بالتوافق مع أو بالتوازي مع العديد من التطويرات والتحديثات التي شهدتها مدينة شرم الشيخ مؤخرا عليكم زملائي في الاستوديو شكرا جزيلا أحمد الحوسيني من شرم الشيخ